بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الاشتقاقية للسنة الثانية ثانوي رقم واحد إذن لننطلق على بركة الله قال لتكن دلة F المعرفة على R يعني من نقص ملنها إلى زائد ملنها بالعبارة العبارة اللي هي F لX تسعين 4X نقص 6 قال وليكن R عدد حقيقي غير معدوم السؤال الأول عين نسبة تزايد الدلة F بين لاحظوا بين ناقص واحد وناقص واحد زائد R إذن نتابع جيدا لاحظوا إذن نكتب هنا كعنوان واحد تعيين نسبة تزايد الدلة F بين العددين ما هم العددين أبناء اللي هما ناقص واحد وناقص واحد زائد 10 هذه نسبة التزايد يا أبناء لها قانون ما هو القانون لاحظوا إنه هنا ها هو القانون يا أبناء هذا تسمى نسبة التزايد بكل بساطة معناها تصبح لنا هكذا قال هو عند الناقص واحد وناقص واحد زائد R نضع هنا ناقص واحد زائد R وهنا نضع ناقص واحد فقط تساوي لاحظوا يعني X0 حتى تفهموا X0 هو هنا عندنا في هذا المثال هو ناقص واحد فتصبح لنا هنا في مكان الـ F عندنا نحن عبارة الـ F لـ X انظروا وتابعوا معي ها هي عبارة الـ F لـ X يا أبناء هنا عبارة الـ F لـ X أراد منا أنه في مكان الـ X قال عوض بـ ناقص واحد زائد X معنا تصبح لنا هكذا F لـ ناقص واحد زائد R تساوي لنا ماذا هنا في هذا المكان تصبح لنا 4 في ناقص واحد زائد R ناقص 6 هكذا حتى تفهموا يعني نكمل الآن هنا النشر حتى لما نعوض يأتينا الأمر جدا بسيط قلت في مكان الـ X هذا وفي مكان الـ X هذا عوض بناقص واحد زائد R فتصبح لنا ننشر هذا في هذا تصبح لنا ناقص 4 ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص زائد 4R ناقص 6 تصبح تساوي لنا 4R وهذا مع هذا تصبح لنا ناقص ماذا ناقص 10 إذن هنا في هذا المكان يمكن أن نعوض بماذا بـ 4R ناقص 10 بقيت لنا الآن عبارة وقال والناقص واحد يعني هنا F لناقص واحد نعوض هنا بناقص واحد وهنا بناقص واحد فتصبح لنا كم تصبح لنا ناقص 4 ناقص 6 تساوي لنا كم ناقص 10 إذن تصبح لنا ناقص ناقص 10 لأننا وجدنا F لناقص واحد هي ناقص 10 على ماذا على S نكمل الآن نقطة نقطة أبني كي نتعلم فتصبح تساوي لنا هكذا تصبح تساوي لنا 4S ناقص 10 وهذا ناقص في هذا النقص تصبح لنا زائد 10 على S فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا 4S على S يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا كم يا أبناء يصبح لنا 4 إذن نسبة التزايد ما بين ناقص واحد وناقص واحد زائد S هيها هي يا أبناء إذن نقول نسبة نسبة التزايد لدال F هي كم هي 4 بهذه البساطة السؤال الذي بعده قال استنتج بما أن السؤال قال استنتج فاعلموا أن الجواب يكون في الذي قبله هنا استنتج أن الدال F تقبل الاشتقاق من أجل ناقص واحد وعين إذن نكتب هنا لاحظوا جيدا نحن وجدنا ماذا وجدنا النسبة هذه أولا نكتب كعنوان استنتاج استنتاج أن الدال F تقبل أو قابل الاشتقاق تقبل الاشتقاق من أجل ماذا من أجل X0 يساوي ناقص واحد نحن قانون نقول حتى حتى تقبل F الاشتقاق الاشتقاق عند X0 يساوي ناقص واحد يجب أن تكون يا أبناء حتى تفهموا هذه النسبة نضيف لها كلمة هنا Limit Limit ونضع هنا عش يجب أن تكون هذه القيمة يساوي لنا L حيث L هذا ينتمي إلى R نحن لما حسبنا كم وجدنا يا أبناء ركزوا معي وانتبهوا أصبحنا في الأخير وجدنا أن Limit وجدنا في الأخير 4 عش على عش لما عش إلى الصفر وجدنا هذا الأمر ثم اختزلنا هذا مع هذا فوجدنا أربعة فأربعة هذه تنتمي إلى R يعني هي عدد حقيقي إذن هذه تصبح تسوينا ماذا فإن بما أن هذه القيمة التي وجدناها هي قيمة حقيقية نقول ومنه إذن هذه هي نسبة الاشتقاقية إذا نزعنا هذه Limit نقول نسبة التزايد إذا وضعنا Limit هو قانون الاشتقاقية أو العدد المشتق ومنه نقول ومنه F تقبل الاشتقاق عند ماذا عند X0 كم لهو ناقص واحد وقال وعين F هذه نفسها F فتحة يا ابن لاحظوا هذه تسمى F فتحة لناقص واحد كم وجدناها لأن هذا هو قانون العدد المشتق تضيفنا له Limit وجدناها كم؟ وجدناها 4 إذن العدد المشتق هو 4 يا أبنائي بهذه البساطة المطلقة فقط بعد بعد ما اكملنا مع الجزء الأول نأتي الآن إلى السؤال الذي بعده قال هل الدالة F تقبل الاشتقاق من أجل صفر إذن نقول معرفة إن كانت F تقبل الاشتقاق من أجل ماذا؟ من أجل X صفر تسوينا صفر هنا علينا أن نطبق قانون الاشتقاق الذي كنا نتحدث عليه الذي هو نأتي إلا إذا هذا القانون الذي أشير إلى هنا نضيف كلمة Limit وعندنا كذلك لهنا نقول R يؤول إلى صفر نعوذ بماذا قال هو X صفر كم يسوي صفر إذن نعوذ هنا بصفر وهنا بصفر فتصبح أولا عندنا تصبح لنا إذن هنا صفر زائد H لهو كم يعطينا H معناه نعوذ هنا به وهنا به H فتصبح لنا 4 H ناقص 6 نلاحظوا ناقص F لسفر F لسفر ها هو انظروا وتابعوا إذن F لسفر نعوذ هنا بسفر وهنا بسفر ماذا يبقى لنا يبقى لنا ناقص 6 معنا ناقص هذا القانون لأنه نصبح ناقص 6 وناقص القانون نصبح لنا زائد 6 على H لما H يؤل إلى صفر يذهب هذا مع هذا فتبقى لنا العبارة التي هي 4 H على H لما H يؤل إلى صفر يذهب هذا مع هذا تصبح لنا 94 وهذه الأربعات تنتمي لنا إلى R نقول ومنه ماذا هل هي تقبل الاشتقاق نعم نقول ومنه F تقبل الاشتقاق عند X صفر يسأل لنا صفر وعددها المشتق عددها المشتق ما هو يا أبني هو F فتح لصفر تسأل لنا 4 يعني هو متساوي مع العدد المشتق عند النقص واحد بهذه البساطة فقط إذن الشيء الذي عليكم أن تعلموه يا أبناء أن قانون العدد المشتق هو هذا القانون أضيف إليه كلمة limit وهنا الاش يؤل إلى الصفر مع اش يجب أن لا يساوي الصفر لا يساوي إنما يؤول لا نقول يساوي بهذه البساطة المطلقة أبناء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما لا تنسونا الفيسبوك وهي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب وارضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته